يؤكد شيخ مصطفى الحجيري أن المفاوضات مع جبهة النصر لتأجيل إعدام علي البزال كانت الأصعب هذه المرة لأن القرار كان عند أمير جبهة النصر أبو محمد الجلاني وقد صعد إلى جرد عرسال مساء الجمعة من دون موافقة أبي مالك وبعلم مخابرات الجيش كما قال ونجح في وقف الإعدام على أساس الاتفاق على التزام الدولة بجدية المفاوضات ضمن مهلة قصيرة جدا قرار الإعدام أجل ولم يلغى أجل ولم يلغى أعطونا بعض الوقت الدولة اللبنانية تعرف المهلة تماما يعني تعرف هي التفاصيل اللي حصلت أنا وضعت الوزير أبو فعور بكل التفاصيل اللي حصلت معي وخبرته بكل ما حصل معي في الجرود والآن الحكومة اللبنانية أمام مسؤولية كبيرة جدا والقرار عندها بكل صراحة لا يمت المهلة يعني هي قريبة إذا خلصت المهلة شو رح يعملوا رح يرجعوا نفسه تهديدهم؟ هذا هذا نعم هذا ما يعني ما أكدوا عليه التهديد بإعدام عن البزال لم يعد مرتبطا بإطلاق جمان أحميد بل بالقيام بعملية مبادلة خلال المهلة المعطاة للدولة اللبنانية الآن لا يشترط إخراج جمان أحميد الآن إخراج جندي من الأسرة في الجرود مقابل عشرة من السجون اللبنانية أو خمسة من السجون اللبنانية وخمسين أمرأة من السجون السوريين ومشارة تخرج الآن جمان أحميد النصرة سلمت الدولة اللبنانية مجموعة أسماء؟ صحيح بالعدد؟ في النصرة تقول أنها سلمت خمسة عشر أسم مطالبة النصرة بإطلاق صراح جمان أحميد التي كانت على لوائح داعش يعود لما تعتبره النصرة الطريقة السيئة التي استخدمها حزب الله لإطلاق صراح أسيره عماد عياد من أيدي الجيش السوري الحر الجواب كان بكل صراحة أن الحزب استخدم وسيلة يقولون أنها هي خسيسة جدا أنه هدد باغتصراب نساء أحد قادة الجيش الحر وباغتصرابهن أمام الكاميرا وتوزيع هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إن لم يطلق صراح عماد عياد ثم يقولون بأنه استفزهم عندما ادعى الحزب بأنه فاوض جفت نصرة الشيخ الحجير يتوقع مجيء الوسيط القطري خلال الساعات المقبلة لاستباق انتهاء المهل المعطاط من النصرة إلى الدولة